اشتركوا في القناة لأسعار النفط ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 13 شهران وحتى برينت اقترب من مستويات 63 والخام الأمريكي الخفيف أيضاً اقترب من 60 ربما نتول دون 60 الآن لكن هذه بسبب الموجة الباردة التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الخليج الأمريكي وانا خصت بتكسيس لأنها تحتوي على أكبر الحقول النفطية ربما 3000 حقل نفطي فبالتالي هذه وكما ذكرت أنه هذا أدى إلى تعطل الإنتاج بمهدار مليون برميل يومياً ربما هذه الموجة الباردة أو العواصف ربما تشتد وتوصل إلى ثلاثة أسابيع فأتوقع أنه وأيضاً بالإضافة إلى كل ذلك الطاقة كلها بنتيجة موجة السرقية أيضاً في القطاعات في التيار الكهربائي في ولاية تكسيس كلها أثرت هذه العوامل على منصات التكرير وأيضاً حيث هناك توقف لعدد من مصافي التكرير في ولاية تكسيس بعدما شهدنا ارتفاعها خلال الفترة الأخيرة من تقريباً من 80 إلى 83 في المائة عند مصافي التكرير لكن مع هذه العواصف توقفت مصافي التكرير وبالتالي ربما تستمر لتتسريع وبالتالي هذا يدعم أسعار النفط وإضافة إلى كل هذا يدعم أسعار النفط أيضاً لا ننسى التخبيضات من قبل أوبيك بلاس وإضافة إلى التخبيض الطوعي من قبل السعودية وأيضاً التطعيم الشامل واللقاحات على نطاق واسع تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط فلتلك الموجة الباردة أثر إيجابي على أسعار النفط وربما الخام الأمريكي الخفيف يتجه إلى مستويات 65 دولار على الفترة القصيرة القريبة نتيجة هذه الموجة التي سوف تخفض الإنتاج نعم على ذكر الولايات المتحدة ماذا تتابعون اليوم من الولايات المتحدة؟ نعم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما هناك شهية لأخذ المخاطر وهناك ارتفاعات لمستويات قياسية السهم الأمريكية محضر اجتماع الثدراء الأمريكي اللي عم نترقبه يوم الأربعة هذا المحضر هو ننتج الاجتماع الذي حصل في يناير هناك حديث حول سيكون هل التفاعل حول التعافي الاقتصادي سوف يقلص من مكاسب حزم التحفيز وهل سيكون هناك تمرير حزمة التحفيز التي أقرها بايدون فصلا مايس سيتم تمريرها شكرا الجمهورين نعم نعم أستاذة لينا قنوع محللة أسواق مالية عالمية في مجموعات إكوتي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة